وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية مذكرة تفهم مشتركة مع شركة نفط الكويت لإنشاء وتجهيز معمل متكامل للآلات الدقيقة في كلية الدراسات التكنولوجية وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن المذكرة تنص على استقطاب وتجهيز وتشغيل معمل متكامل للآلات الدقيقة في كلية الدراسات التكنولوجية على أن يتم البدء والعمل بها خلال الفترة المقبلة أكد قادة الاتحاد الأوروبي على خطورة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ضوء التحديات التي تفردها تحوراته مشددين على ضرورة الالتزام بالقيود المتعلقة باحتوائه لا سيما السفر غير الضروري في الوقت الراهن ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في بيان عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول من القمة التي انطلقت مساء أمس على مدى يومين إلى الإسراء بإنتاج اللقاحات وتوصيلها للتغلب على الأزمة